المستشار النمساوي يشيد بشريكه الألمانية في الترحيل إلى سوريا وأفغانستان أستاذ جامعة فينا يحذر من الأحزاب الإسلامية المؤدلجة 6.3 مليون نمساوي يدلون بأصواتهم في 29 سبتمبر والاقتصاد يسجل انخفاضا في العجز التجاري مع زيادة الصادرات وأخيرا انخفاض أسعار الطاقة المنزلية للشهر الثامن على التوالي مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة اتفق وزير الخارجية النمساوي أليكساندر شالنبرج مع رئيس الحكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن تصاعد العنف على الحدود مع إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها وأوضح شالنبرج أنه تحدث مع ميقاتي بشأن الوضع على طول الخط الأزرق وأكد على ضرورة ضمان سلامة قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل ودعا شالنبرج إلى حماية المدنيين في قطاع غزة مشددا على أن إسرائيل يجب أن تضمن عدم تعريض أو تعرض المدنيين للأذى وأن بعض ما حدث في غزة لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي أشاد المستشار النمساوي كارني هاما بخطط ألمانيا لتجديد عمليات ترحيل الأجانب الذين يدعمون الأعمال الإرهابية مستندة إلى اقتراح نمساوي وأوضح خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن ألمانيا اتخذت هذا المصار مما يجعلها حليفا قويا وطالب نهاما بضرورة استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان مشددا على أهمية ترحيل من يسيئون استخدام حق الحماية وينتهكون القانون الجنائي وأكد نهاما على ضرورة حماية المجتمع مشيرا إلى أن المجلس الأوروبي سيتخذ قرارات حاسمة حول الهجرة وحماية الحدود لتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا حذر عالم الإسلاميات في جامعة فيينا عدنان أسلان من مخاطر الصعود الأحزاب الإسلامية على الديمقراطية والقيم الأوروبية وشهدت النمسا تأسيس أول حزب إسلامي يسعى لدخول البرلمان تحت اسم الحزب الإسلامي النمساوي حيث يمثل هذا الحدث اتجاها متناميا في أوروبا والذي يكتسب زخما متزايدا وتشكل الديانة الإسلامية جوهر برامج هذه الأحزاب مما يثير مخاوف من تقييد الحريات وقمع المرأة وأشار أسلان إلى وجود أفراد متطرفين داخل أحزاب عريقة في النمسا مضيفا أن هدف الأحزاب الإسلامية هو إقامة دولتهم ودعا إلى مواجهتهم تقرر إجراء الانتخابات الوطنية في النمسا في التاسع والعشرين من سبتمبر حيث وافقت الحكومة بالإجماع على هذا الموعد في اللجنة الرئيسة دون الحاجة إلى حل البرلمان الوطني الذي استنفذ فترته التشريعية الحالية البالغة خمس سنوات وأحددت الحكومة التاسع من يوليو كموعد نهائي لتعيين رؤساء لجان الانتخاب وتشكيل الهيئات الانتخابية ووضع قوائم الناخبين وتقديم قوائم المرشحين ويمكن للقوائم غير الممثلة في البرلمان الوطني جمع التفيضات اللازمة ابتداء من هذا التاريخ وأفاد وزير الداخلية جيهرد كارنر أن 6.6 مليون شخص مؤهلين للتصويت في الانتخابات انخفض العجز التجاري في النمسا بنسبة كبيرة بلغت نحو 90% في عام 2023 ليصل إلى 2 مليار يورو مقارنة بـ 20 مليار يورو في 2022 وأظهرت هيئة الإحصاء أن تراجع أسعار واردات الطاقة خاصة الغاز وزيادة عوائد الصادرات من الألات والمركبات والمنتجات الكيميائية أسهم في الانخفاض وبلغت قيمة الواردات في 2023 حوالي 202 مليار يورو بانخفاض قدره 5.8% عن العام السابق بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 3% لتصل إلى 200 مليار يورو وأوضح توبياستو ماس مدير الهيئة أن واردات الغاز والنمو القوي للصادرات أدى إلى الانخفاض انخفضت أسعار طاقة المنازل في مايو وذلك للمرة الثامنة على التوالي حيث تراجع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 1.9% مقارنة بإبريل وبنسبة 5.9% مقارنة بمايو 2022 وذكرت كارينا كناوس خبيرة أسواق الطاقة أن تطورات الأشهر الأخيرة في أسواق الجملة بدأت تؤثر تدريجيا على الأسعار وأشارت كناوس إلى أن المستهلكين يمكنهم البحث عن تعريفات طاقة أرخص في السوق رغم أن الأسعار لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الأزمة وانخفضت أسعار الديزل بنسبة 4.3% والتدفئة بنسبة 3.1% والبنزين بنسبة 1.1% كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحمي تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر